الان مثل ما تشاهدوا على خريطة العمليات العمليات متواصلة من يوم 12-12 في الماضي عندما اعلن السيدة القائد العام انطلاق ساعة السفر اللي بدأ مرحلة تطهير العاصمة من الارهاب ومن الجريمة لذلك منطقة الحذر الجوي قائمة حتى الساعة كذلك لذلك لذلك مصرح العمليات من سرط حدح التونسية بالكامل تحت الاستطلاع الجوي وجميع انواع الاستطلاع انجازات جد مهمة على قواطع العمليات بالكامل على خطوة التماس مع المليشيات الارهابية خلال 24 ساعة الماضية القوات الجوية صباح هذا اليوم قامت بدك اهداف داخل قاعدة معتيقة جوية كذلك هناك استطلاع جوي ودعم ناري لكل محاور النار على طول خط التماس القوات البرية تقدم معركة حقيقة نموذجية في قتال الجماعات الارهابية والاجرمية في كل المناطق سواء في عين زارة سواء في صلاح الدين سواء في طريق المطار الجمعة الماضية هناك تقدمات جيدة في طريق المطار تم تطهير معسكر النقلية كذلك رئاسة الاركان مقر اسلاكان سابقا هذا التقدم دفع او تراجع على اثره العدو للخلف الآن يقومون في سواء السرابية على كوبري الحديد داخل طرابلس وكذلك تراجعوا في منطقة الهضبة الخضرة الى الخلف كذلك في عين زارة تراجعوا باتجاه فرناج مشروع الموز لازال تحت القصف الجوي المستمر وكذلك القصف المدفعي كذلك معسكر النعام ومعسكر الضمان بالكامل تحت القصف الجوي في اليوم حقيقة تقدمات ممتازة في كل القواطع وسيطرة على مواقع جديدة هذا تقدم شاملة كافة خلوط التماس مع العدو عشرات المقبوض عليهم من جسيات مختلفة ومن ليبيين كانوا يقاتلوا مع الميليشيات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة